اشتركوا في القناة والدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار ان سيادة القانون هي اساس الحكم ومشيرا الى اهمية العدل باعتباره اسم القيم الانسانية واساس استقرار المجتمعات كما اكد السيد الرئيس انه لا يستطيع احد ان يتدخل في عمل القضاء واستقلاله وان الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات كما اشار السيد الرئيس الى اهمية المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الارهاب وغسيل الاموال باعتبار هذين الموضوعين من اهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي خاصة مع الازمات المتعددة التي تشهدها السحتان الدولية والاقليمية وما للارهاب من دور رئيسي في اشعالها فضلا عن اثر غسيل الاموال في استنزاف الاقتصاد الوطني والاضرار بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب واستعرض السيد الرئيس في هذا الاطار رؤية مصر لمكافحة الارهاب والتي تستند الى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما في ذلك الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية فضلا عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والاعلامي للجماعات الارهابية مؤكدا اهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لمنع استغلال الارهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي مما ساهم في اطفاء ابعاد خطيرة على ظاهرة الارهاب التي تستخدم المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على التطرف وتجنيد الافراد واكد السيد الرئيس اهمية دور جماعية نواب العموم الاثارقة في العمل على رفع كفاءة اجهزة للدعاء في القارة وبناء قدرات اعضائها مشيرا الى دعم مصر لدور الجماعية في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي باعتبار ان تعزيز العمل الافريقي المشترك يعد احد اولويات الرئاسة المصرية للاتحاد اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس والسادة النواب العموم المشاركين وجهوا خلاله الشكر للسيد الرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر المهم الذي يساهم في تطوير اليات التصدي للارهاب لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستغل في العمليات الارهابية وغسيل الاموال فضلا عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وافضل الممارسات للكشف والتحقيق وقد اكد سيادته خلال حواره مع السادة نواب العموم على خطورة قضية الارهابيين العائدين من المناطق التي تعاني من الارهاب الى دولهم الام مما يطلق عليهم المقاتلون الاجانب وما يمثله هؤلاء من خطورة على المجتمعات حيث يتم استغلالهم في نشر الفكر المتطرف الذي لا يؤمن سوى بالقتل والعنف والدماء اشتركوا في القناة